تحيط بهم الأوهام والتصنيفات الخاطئة لمسارهم وطريقة علاجهم دماغ الإنسان لديه بلاستيسيتي ومرونة مع مديري مركزي أبحاث التوحد في مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور إيشان مضى العال أرى دوري هو الاعتماد بالأساس على تدريب الأسر كيف أعرف هذا خصائي؟ كيف أنا أعيد تقييم الطفلة؟ مشكلة تواجهني أنا كأخصائي عندما أقول طفلك عنده اضطراب طيف توحد ما هي الأولوية بالنسبة لعلاج المصابين في طيف التوحد في الملكة العربية السعودية؟